موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة حضر موت الفضائية والبداية بأبرز العناوين رئيس مجلس القيادة يبحث مع عدد من مسؤولية دول العلاقات التنائية وأفاق تعزيزها في مختلف المجالات تدني رواتب وارتفاع أسعار الصرف تلقي بضلالها على احتياجات المواطن اليومية شهداء بقطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي يقصف أكثر من ثلاثمائة موقع بجنوب لبنان كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل أهلا بكم بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع عدد من مسؤولي الدول العربية العلاقات التنائية وأفاق تعزيزها في مختلف المجالات على هامشي أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التقى العليمي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي وتناولت اللقاءات مستجدات الوضع اليمني والمستجدات الوطنية والإقليمية وسبل تنسيق المواقف المشتركة في مختلف المحافة الإقليمية والدولية وفي المقدمة المساعي الجارية لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتسريع دخول المساعدات الإنسانية لشعب الفلسطيني اطلع محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي بالمكلة على جملة من التدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بحضر موت جاء ذلك خلال لقائه مشرف الوحدة التنسيقية لأعمال مركز الملك سلمان بحضر موت عبد العزيز بوزير واستعرض مشرف الوحدة عددا من المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان في حضر موت التي تشمل القطاع الصحي والإصحاح البيئي والمياه ومشاريع الغذاء والإيواء وبرامج التدريب والتمكين الاقتصادي ودعم التعنيم ورعاية الأيتام وتمكينهم بالإضافة إلى مشاريع عادة التأهيل والحملات الطبية التطوعية كما اطلع بالماضي على خطة للمركز لتوزيع مخصصات الطوارئ من السلال الغذائية في المحافظة ضمن مشروع المساعدات الغذائية المنقذى للحياة للسكان في اليمن عبر الكثير من المواطنين عن استيائهم من تدني الرواتب وضعف الدخل في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة فمع ارتفاع السعر الصرف أصبحت الرواتب لا تغطي التكاليف الشهرية الأمر الذي صعب الحياة المعيشية للكثير من الأسر يا أخي ما يكفي مننا عادوا نفرين نحن وحرموا بيسوا عادوا ما يكفي نحن والبيت بيتي مغلا فيه حش صلا تجار حكومة بالرقابة كل واحد قاعد في بيته مرتاحين والناس توقل خراء الناس تقدمت عشاء الراتب ما يكفي بقع أغلاء من تقعدين نحن خمسة وثلاثين أربعين ألف نستلم ماشي فايدة ما هيبشي عندي خمسة أطفال خلاص ماشي نفسي فأقول لك نروح نسرك الرواتب أصلا صعبا متردية للورا صعبا جدا جدا يعني حتى لو بتقول دخلك مئة ألف بس وعادك برا عادك بعيد يعني نابق قبل فترة يجيت عند صاحب مواد غدائية يقول لي لو ضع متردية يعني أنت تشتكي كيف الضعيف دي صعبا جدا يعني مزاك أنت مرتاح ما شاء الله عندك مواد غدائية وتشتكي والله الراتب ما تكفي للرواتب والخاص يعني الشعب كله تعبان تعبان الشعب يعني أصبح المواطن يمشي ويهري مع نفسه يفكر باب يجيب أولاده وبيجيب فكان هذا الحمد لله مقدر إلينا من الله إن شاء الله ربنا نقول نسأل من الله أنه يفرجها يعني المواطن بيشتغل سايق باص بيشتغل مدرس وبيشتغل مع معلم وبيشتغل يعني بيوصل حد بغى يطلع له أي حاجة حمال وبيشتغل أيش وعده ما يوصل مكان يعني البطمة خمسة كيلو يعني بعشر ألف يعني كم ولا جيت للماء ولا جيت للقربة ولا جيت للمندراج يعني جنون جنون حق ثلاثة كيلو صيد الراتب ثمانية وثلاثين ألف وميه وان ماطن يبقون كلهم بكهر ما ماشي الرز بمئة ألف كيس كان بمئتين شنين إنه مرتباتنا هذا ما تكفي ولا يتفيه بالمعيشة وبالتالي أصبحنا حايرين في صرفياتنا اليومية وفي ما يقدر يعيش وإنما الشغلة فيه هديون إنه في البقالات وإنه في الصيدليات ما يقدر وإنما يصابر نفسه بس في المعيشة إذا كان الراتب تحت خمسين ألف يبقى لك الدقيق هذا بخمسين ألف في الحاله كيف يكفل باقي الحاجات الثانية عندك سكن عندك مرض عندك اتصالات عندك صفريات عندك ستين ألف شغلة إذا كان معك ثلاثة أولاد في اليوم من الواحد يبقى له خمسمين تريان خمسمين في ثلاثة كم من هذا الشهر أقل الحاج يبقى لك ربعين ألف هذا حق العصرية بس حق العياد غير المرض العلاج الواحد فاتورة كما هذا يا حق تبارك من الدكتور يابلك مع شاء الله تبارك الله خمسة ألف عشر أقام مركز المكلة الإبداعي دورة تدريبية في مجال صناعة الأفلام والإخراج تعد هذه الدورة التي ألقاها المخرج وصانع الأفلام المدرب محمد الأشولي نوعية لندرة مثل هذه الفرص في حضر موت مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير الآتية مع شحة فرص التدريب في الإخراج التلفزيوني في حضر موت أقام مركز المكلة الإبداعي دورة صناعة الأفلام في المكلة للمبتدئين والمطلعين على صناعة الأفلام والمهتمين بهذا الجانب للتطوير من مهاراتهم وإكسابهم معرفة بجوانب عديدة في مجال صناعة الأفلام والإخراج بعدما كانت مثل هذه الدورات لا تقام إلا في الخارج نحن من هدافنا الرئيسي مركز المكلة الإبداعي اللي هو الاهتمام تأهيل الشباب طرف رفع قدراته في المجالات الثقافية والفنية وصناعة الأفلام تعتبر واحدة من المجالات الثقافية أو خلنا نقول هي الآن أصبحت الواجهة الرئيسية للتعبير عن الغايات الموجودة في المجتمع المشاكل بصورة سهلة وبسيطة فعشان كده نحن ركزنا على صناعة الأفلام بهدف إخراج مجموعة من الأفلام اللي تتخذوا من المجتمع في المجالات الثقافية والفنية على مداري إسبوعين يصف هؤلاء المتدربون أنهم عاشوا أجواء غير مسبوقة مع المدرب والمخرج محمد الأشولي أكسبهم من خلالها مراحل إنتاج الأفلام وأدوار العاملين فيها من كتابة السيناريو إلى الإخراج والتصوير والمنتاج وحتى التمثيل وقدم لهم شرحا مفصلا لتقنيات صوتي والصورة اليوم نحن في ورشة صناعة الأفلام الورشة الأولى التي تقام في محافظة حضراموت دربنا عشرين متدرب على صناعة الأفلام ككل من فين نجيب الفكرة وكيف يحوّل الفكرة إلى سيناريو وكيف يقوم بعملية الإخراج من ثم التصوير والكوادر والمنتاج وكيف يوجيه الممثل وأيضا أعطيناهم بعض أساسيات التمثيل لأنهم هم مثل الأفلام واليوم استعرضنا عدة أفلام عملوها المتدربين وكانت جيدة جدا وأظهرونا بالمستوى الذي قدموه وإن شاء الله بإذن الله كل أمل أن نشوف الأفلام النهائية التي يخرجون بها من الدورة ويكون هناك عروض وناس بتحضروا وتشوف من مميزات الدورة الكثيرة أنه قمنا بصناعة الأفلام هناك نماذج كبيرة وكثيرة للعديد من الأفلام لكثير من الشباب اكتشفنا أن هناك طاقات ومهارات كبيرة لدى الشباب المبتدئين في صناعة الأفلام هناك مؤشرات تقول أن من خلال هذه الدورة أن هناك الكثير من صناعة الأفلام قادمين إلى الساحة اليمنية وخاصة الساحة الحضرمية في مجال صناعة الأفلام عشرون متدربا ومتدربة تم انتقاؤهم ليشاركوا بهذه الدورة الفريدة حيث تتميز هذه الدورة بالجانب العملي ففيها انتقل المتدربون إلى الميدان للتطبيق بإشراف من المدرب وإنتاج فيلم خاص بهم وتحويل أفكارهم ورسائلهم إلى واقع مصطفى بحكم لقناة حضر موت المكلة ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة أسفرت عن استشهاد ثلاثة وعشرين فلسطينيا بمناطق متفرقة بقطاع غزة وعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى واحد واربعين الف واربعمائة وخمسة وخمسين شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي كما واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها وشنت حملات دهم واعتقال وترويع للمواطنين وفي تطورات جبهة لبنان شن جيش الاحتلال غارات كثيفة على العديد من البلدات في شرق لبنان وجنوبه وعلن قصف أكثر من ثلاثمائة موقع كشف علماء في دراسة جديدة عن تعرض البشر للمواد الكيميائية الموجودة بمواد تغليف الأغذية تكشف الدراسة عن المواد الكيميائية المستخدمة في تغليف المواد الغذائية وغيرها من الأدوات التي تلامس الطعام التي تم العثور عليها في عينات من سوائل جسم البشر وصلت الباحثون الضوء على الفجوات الكبيرة في البيانات المتعلقة برصد هذه المواد في الجسم وبيان تأثيرها على الجسم ومن خلال منهجية منظمة تفحص الباحثون أكثر من أربعة عشر ألف مادة كيميائية معروفة بأنها تلامس الغذاء وبيانات من خمس برامج لرصد المواد الكيميائية التي تصل إلى البشر ليتم الكشف عن أدلة تشير إلى أن ثلاثة آلاف وستمائة مادة تصل إلى البشر رياضيا حيث افتتح العين الإماراتي منافسات النسخة الأولى من كأس القارات للأنديا لكرة القدم بفوز ساحق بستة أهداف مقابل هدفين على ضيفه أوكلاند النيوزلندي وتناوب على سداسية العين فابيو وأسيكو بابا وماتياس وكاكو وكاكو وسفيان رحيمي هدفين بينما سجل ثنائية أوكلاند لاجوش وبيفان وبفوزه الكبير يتأهل العين لملاقات الأهل المصري في القاهرة في ثاني مباريات البطولة التي حلت مكان كأس العالم للأنديا التي ستقام كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقا ابتداء من العام 2025 ختام النشر إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء رئيس مجلس القيادة يبحث مع عدد من مسؤولية الدول العلاقات التنائية وأفاق تحزيزها في مختلف المجالات تدني رواتب وارتفاع أسعار الصرف تلقي بظلالها على احتياجات المواطن اليومية شهداء بخطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي يقصف أكثر من 300 موقع بجنوب لبنان السادة والسيدات وصلتوا إياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم ولمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعيات حضر موتيفي دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة